السلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير وكيف الحال ان شاء الله طيبين واموركم تمام وكل شيء على ما يرام راح اكلمكم اليوم عن صحابي في يوم من الايام عمر بن الخطاب كان يبغى ينتزع ثنيته كان يبغى يكسر اسنانه اللي قدام هذه فليش كان يبغى يكسرها عمر بن الخطاب ومين هو هذا صحابي يلا بسم الله وكان فصيحا بليغا وجيها كان خطيبا لقريش يعني انت مرح توصل منزلة انه تكون خطيب لقريش اللي كنت فصحة غير عادية مميز عن كل الناس اللي حواليك فكان دائما يعذب المسلمين بلسانه وبصوته زي زي الصناديد الباقيين او جاهل وابو لهب واميت بن خلف وغيرهم سهيل بن عمر كان عنده ولد اسمه عبد الله عبد الله بن سهير بن عمر اسلم وهاجر مع المسلمين لما قلهم الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبوا الى الحبشة فان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد فلما وصلوا هناك ارض الحبشة يعني جلسوا فترة كده وجاءتهم اخبار من مكة ان قريش امنت وان الامور طيبة وما في اي مشاكل ما في اي داعي انكم تبغى قريش كانت تبغى ترجع الناس اللي راحوا للحبشة عند النجاش لكن مستحيل النجاش يسلم اي رجل جاء الى ارضه مستجيرا به وثق فيه وجاء عنده فمستحيل يسلمه فقريش ما لها الا الحيلة فاحتالوا بهذا الخبر نشروا هذا الخبر بان قريش امنت بانه ما في عذاب وكل شيء تمامه على ما يرام بعض الصحابة اللي هناك لما وصلهم هذا الخبر صدقوا ورجعوا مكة وبعضهم ما صدقوا وبقوا هناك عند النجاش من الناس اللي رجعوا عبد الله بن سهيل بن عمر لما وصل مكة مطمئن وفرحان انه اهله وقبيلة اسلمه فقابلوا ابوه وقيدوا ورما في البيت قالوا انا عادي الاسلام بلساني وبصوتي وواحد من اهل بيتي يسلم ايش العار اللي جلبته للبيت انت فمرت الايام عبد الله بن سهيل بن عمر قال ما في اي مخرج الا اني اتظاهر بالكفر واخفي الاسلام فنادي ابوه وقال له ابوي انا بطلت ما ابغى الاسلام ولا شيء فاخرجني شوفني كافر وعلى دينك وبطلت ما ابغى الاسلام بس فق قيودي وخرجني من السجن اللي انت ساجني فيه في البيت سهيل بن عمر قال لي اي وهذا ولدي وهذا اللي انا ربيته فاخرج سهيل هو مر مبسوط المهم مرة الايام ومرة الايام الى ان وقعت غزوة بدر الكبرى قبل ما تبدأ المعركة لما تراء الجمعان يعني كل جيش وقف قدام الجيش الثاني استعدادا لبدء المعركة عبد الله بن سهيل شاف جيش المسلمين وخط رجله وراه عندهم ويعد احد البدريين رضي الله عنه المهم بدأت المعركة وانتهت بانتصار المسلمين بعد ما انتهت المعركة قام الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقدوا الاسرة شوفوا مين من قريش في الاسر بعد المعركة فشافوا سهيل بن عمر من ضمن الناس المأسورين عمر بن الخطاب ما عنده مزح راح كلم الرسول وقال له دعني يا رسول الله انتزع ثنيتيه يعني اخرج اسنان المقدمة هذه الثنيتين هي اسنان الثنيتين هذه الاسنان التي جي في مقدمة الفم فعمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني انتزع ثنيتيه فلا يقف بعدها موقفا يسوءك خلينا اخرج اسنانه عشان بعدها ما يقف موقف يسوءك ويضرك فيه فالرسول عليه الصلاة والسلام بكل تروي وبكل حكمة قال يا عمر لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا بعدين الرسول قرب عمر منه وقال يا عمر لا تدري لعل سهيلا يقف غدا موقفا يسرك انت ما تدري ممكن سهيل بن عمر يتغير ويقف موقف يسرك ويخليك مبسوط من هذا الموقف المهم سهيل بن عمر افتودية وخرج من الاسر مرت كم سنة كذا في السنة السادسة للهجرة في صلح الحديبية لما ارسلت قريش سهيل بن عمر للتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام على بنود العقد ايش لنا و ايش علينا و ايش لكم و ايش عليكم فالرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يملي علي بن ابي طيب بعد ما اتفق الرسول عليه الصلاة والسلام مع سهيل بن عمر اللي هو مندوب قريش ارسله عشان التفاوض اتفقوا على كل بنود العقد والصلح الرسول قاعد يملي علي بن ابي طالب يقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض سهيل و قال بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرفها نحن نعرف باسمك اللهم فاكتب باسمك اللهم فالرسول قال لي علي غيرها و اكتب باسمك اللهم بعدين قال له اكتب هذا ما اتفق عليه رسول الله مع سهيل سهيل قام اعترض مرة ثانية بعباطة الجاهلية رأسه كان يابس فقال له لو نعلم انك رسول من عند الله ما قاتلناك نحن لو ندري و نؤمن و نعلم بانك رسول ما رح نقاتلك اصلا فليش تكتب في الورقة هذا ما اتفق عليه رسول الله اكتب اسمك و اسم ابوك فالرسول قال لي علي اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمر جاء فتح مكة بعد سنتين من صلح الحديبية في السنة الثامنة للهجرة في السنة الثامنة للهجرة او في عام الفتح لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وقف سهيل مع الناس او من ضمن الناس اللي كان الرسول يسألهم ويقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقا سهيل شاف عبد الله ولده بعد الكلام هذا وقال له روح توسط وتشفع لي عند الرسول ابغى اسلم النفس طابت من الكفر خلاص الاسلام هو الحل الوحيد فعبد الله رأى ان الرسول قال له ابوي استأذنك سهيل بن عمر استأذنك يبغى يجي اسلم الرسول قال له لعمري ان ان سهيل لذو حكمة وشرف وما مثل سهيل يجهل الاسلام يعني اللي زي سهيل كان مفروض مسلم من اول ولكن قدر فكان هي الاقدار جاءت كذا فجاء سهيل الى رسول الله واسلم وحسن اسلامه وكان دائما يكثر من الصيام ومن الصدقة ومن قراءة القرآن كان كل ما يقرأ القرآن يبكي كل مرة يقرأ فيها القرآن يبكي زي ما قلت بانه سهيل بن عمر كان دائما يكثر من الصدقة ومن الصيام ومن قراءة القرآن ومن فعل الطاعات حتى يقال بانه ليس هناك رجل من الناس اللي اسلموا بعد الفتح احسن اسلاما ولا اكثر طاعة وعبادة من سهيل بن عمر كان هو اكثرهم فكان دائما يقرأ القرآن عند معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل الخزرج اللي من الانصار من المدينة فكان دائما يقرأ عنده ويتعلم عنده في يومنا الايام وهو خارج من عند معاذ بن جبل قابل صحابي ثاني اسمه ضرار بن الازور هذا برضو اسلم بعد الفتح فضرار يقول له سهيل ما لقيت الا هذا الخزرج يتتعلم عنده قصده على معاذ بن جبل اقلها كنت تعلم عنده احد من قومك من قريش علمك القرآن يعني لا تصعب الموضوع فسهيل رد عليه قال له هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى تأخرنا عن السبق والله اني لأذكر عدائي لرسول الله في بدر وأحدين والخندق وأذكر والله يا ضرار اني لأذكر يوم الحديبية فاكرين يوم الحديبية يوم كان علي يكتب الورقة حقة العقد سهيل يقول والله اني لأذكر يوم الحديبية عندما كنت ألض بالباطل وأجادل رسول الله لما كان يقول له لو كنا نعلم أنك رسول من عند الله ما قاتلناك بل اكتب اسمك واسمبوك يقوله كل ما اذكر الموقف هذا والله استحي من الرسول هو في المدينة وأنا في مكة كل ما اذكر هذا الموقف استحي من رسول الله واستحي من نفسي مرت السنوات وجاء خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادي عشر للهجرة فصار فيه ارتباك وتوتر في الجزيرة العربية كلها حتى ان بعض القبائل او كثير من القبائل ارتدت قام ابو بكر صديق بعد خبر وفاة النبي وقال خطبته الشهيرة في المدينة اللي كلكم تعرفوها ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قدمات الى اخره في هذه الاثناء وفي مكة بعد ما سمع اهل مكة بانه اكثر القبائل العربية ارتدت صار فيه توتر وارتباك في مكة برضو فقام فيهم سهيل بن عمر خطيبا وقال خطبة جميلة وعظيمة جدا يقول فيها يا اهل مكة لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد الله الله في ايمانكم والله الله في اسلامكم الله الله في انفسكم شوف الفيديو الجاي من مسلسل عمر صراحة لجسد دور سهيل بن عمر كان فنان مبدع جدا فاشوف الفيديو واشوف الخطبة اللي قالها في اهل مكة بعد خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اطعنا محمدا وهو فينا بعد ان دخلنا في الاسلام اما وقد مات فلا طاعة لأحد علينا ولنرجعن الى ما كنا عليه لا يغلبنكم على الامر من كانوا لكم تبعا وبئسة النصيحة تنحى قبحك الله وقبح ما قل تنحى يا اهل مكة يا اهل مكة لا تكون اخر من اسلم واول من ارتد والله والله لا يتمنى هذا العمر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل مكة اين عهد الله ومثاقه افلا يكفيكم من الفوت ما ضيعتم قبل اسلامكم وهل كان محمد الا بشر الرسول ادى الامانة ونصح الامة وتركها على المحجة الواضحة واشهدكم عليها وشاهد بها عليكم لتكونوا شهداء على الناس من بعده فكيف يكون الدين للناس كافة ان كان ينقضي بانقضاء اجل النبي صلى الله عليه وسلم فوالله فوالله لا يبلغن عقص المشرق والمغرب فلا يفتننكم عن دينكم قوم مردوا على النفاق وحسبوا الدين مأثرة وامارة تتنازعها القبائل ألا ان اقربكم الى رسول الله اوفاكم لذمته واحفظكم لدينه وامطاكم على سنته فالله الله في انفسكم الله الله في انفسكم تذكروا في غزوة بدر لما قلت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كلم عمر وقلوا يا عمر لا تدري لعل سهيلا يقف غدا موقفا يسرك والله ان هذا الموقف موقف سهيل وخطبة امام اهل مكة لما ثبتهم على اسلامهم وايمانهم بكلماته بعد ما سمعوا خبر ارتداد القبائل وخبر وفاة النبي والله لو لم يكن لسهيل الا هذا الموقف لكفاه موقف عظيم جميل جدا جدا وبعدها خري سهيل ابن عمر الى بلاد الشام مجاهدا وشال معاه اهل كلهم الا بنت هند وشارك في معركة اليرموك وكان قائدا لاحد الكتائب في المعركة ويقال انه مات في طاعون عمواس الذي فتك بالناس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام 17 او 18 للهجرة فانا هنا خلصت وهذه كانت ترجمة بسيطة وصيرة مختصرة للصحابي الجليل سهيل بن عمر العامري القرشي رضي الله عنه وارضاه يعطيكم الف عافية ونشوفكم الخير سلام عليكم